طيب نروح منها لخبر اقتصادي والرئيس يوجه بتسهيل أعمال المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأربعاء مع الفريق مهاب ميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصرح في هذا الصدد السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الفريق مهاب ميش عرض خلال الاجتماع تطورات سير العمل في هيئة قناة السويس والموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقف تطوير الموانئ البحرية ومشروع تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة أضف المتحدث الرسمي أيضا أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة باس لأقصى الجهد لزيادة معدلات عبور السفن في قناة السويس بما يؤدي طبعا لزيادة العائدات من العملات الأجنبية وشدد على اتباع سياسة تسويقية مارينة في التعامل مع الخطوط الملاحية كمان وجه الرئيس في الاجتماع بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتوفير سبل النجاح وكذا تطوير البنية التحتية وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري انشاءها حاليا بحيث تتضمن كل أنواع المرافق والخدمات وجه الرئيس أيضا بدراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة في الموانئ المصرية بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة وكمان دراسة أنسب السبل لاستخدام وتشغيل أرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد لضمان الحصول على أعلى عائدات ممكنة لصالح الدولة